السلام عليكم الأصدقاء نتمنى أن تكونوا بخير والأخير في هذا الفيديو سنتحدث لكم على زكاريا وهي عبارة عن انسيكت غافاجوب يعني حشرة مخربة ومثل هذه الحشرات يعني واجب أخذ الحيطة والحضار ومثل هذه الحشرات خاص الجميع يعرفهم يعني يعرف له مومو ويعرف ما هي السامطوم للوالة المهم أن في هذا الحلقة سنتحدث لكم غي على السامطوم ولي ديقة يعني ما هو التأثير وإن شاء الله في فيديوهات أخرى سنتحدث لكم على طرق الوعقاية وطرق العلاج من هذه الحشرات يعني ما هو السامطوم أو السامطوم أو ديقة يعني الأثر الأول أو العلامة الأولى التي كتبت لنا بأن هذا البلونت هذه مقيوصة برتيلة أو مصابة برتيلة أو برتيلة يعني هو كيف ما كتشوفه في الصورة يعني 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 تلك كارونس ديالبعد زيليموني تخيتيف كي بينو صفورية تقدشوف في الفاء كي يقولك مثلا مثلا بحل المانغانيز بحل الفاء هنا حدو ماما لا لكي تقوم براكات ت dense صفورية في الفاء أو كارونس كارونس ما نصبب почتشوف المثال الكربع سفورية رتيلة هذه السفورية التي تقول رتيلة تقول بيجمونتاسيون 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 هو تبقع يقول لحد بقع بقع صغيرة في السفر بقع سفراء يعني لا تشاهدون في الصورة سفورية متجانيسة يعني سفورية عبارة عن بوقع واذاك البوقع نتيج على ماذا كيفاش كتولي عندنا لفاي فيها بوقع يعني ديك رتيلة كتغدالينا على لفاي كتغدالينا على لاليمونتاسيون كتغدالينا كتاكل لنا ديك تغدية أو داك لغيزيرف أو داك لستوك ديال لفاي يعني كتتغدالينا على لوستوك ديال لفاي لوستوك ديال احنا كنعرفوا بأن لفاي هو لفورنيسور فورنيسور ديالاش فورنيسور ديال لفروي هو اللي كيعطي لفروي لبوزوان دياله لفروي يعني من كيتغدى كيتغدام لفاي وإلى حاربتلينا هاد لزين سيكت لفاي رغدا تقديمنا على المحصول كاكل يعني باش تحافظ على البلونت خصك تحافظ على لفاي حيط لفاي هو اللي كيتجمع فيهم داك لوغيزيرف كيتطلع من لغاسين كيتدوز في لاتيج وكيتوزع لديستريبيسيون ديال لديك لاصيف والليمونتاسي وكيتجمع لنا في لفاي وحنا باش نحافظو سنحافظو على هاد لفاي كيف ما قلنا بأن لزاكاريان كيتغدى على لاصيف كيتغدى باللغة العربية على ديك العوصارة العوصارة هي لاصيف العوصارة النباتية كيف ما قلنا أنها تسبب لنا في واحد الوهنتين بالامتصاص ديالها لديك العوصارة النباتية اللي محتاجها البلونت ومحتاجينها توليزورغان ليلبلونت أنا شنو خصني ندير خصني نعرف هاداك لومومو اللي كتبان في هاد الانسيكت يعني كنعرف الخطورة ديالها فاش كتتمتب يعني كتسبب لنا في هاداك الوهنتين أنا باش نتفادها باش نايفيتي يعني هادلي ديقة ديال هاد الحاشرة اللي كتنقص لنا من المحصول وكتنقص لنا من المرضود يعني الرندمو بصيفة عامة شنو عليا ندير هو أنني خصني نعرف لو مومو اللي كتبان فيه وخصني نتبع واحد طرق للويقاية وطرق العلاج وان شاء الله في فيديو آخر غدي نتكلم لكم على طرق الويقاية وطرق العلاج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة